السلام عليكم. سوف أقدمكم الموضوع لشهادة تعليم متوسط لهذه السنة. كان الموضوع سهل إن شاء الله يا ربي تكونوا خدمتم له. لتأكدوا من الخدمات لكم إذا كانت صحيحة أو لا. هذا هو الصحيح. إن شاء الله يا ربي تكونوا خدمتم له. حنا حضرنا روحنا للشهادة تكون أصعب. الحمد لله يا ربي كان الموضوع سهل. إن شاء الله راح في موضوع الجامع. من المفروض راح سهل. مش حاجة ليسعيب عليكم ولا في أشياء سهلة. ما فيش ما فيش كمثال فخ ولا حاجة ليسعيبة. مسألة كانت جدا سهلة. سهلة على كل السنوات الماضية. حنا حضرنا روحنا بسرعة وبالمساحة وبالحجوم بكل أشياء. وفي الأخير كان الموضوع كانت مسألة سهلة لدرجة كبيرة. هذا الشيء اللي كنا نتمنى. احنا ما نتمنى وش الصعب نتمنى و السهل. ونتمنى وكم إن شاء الله تنجحوا وتديونا نقاط جيدة وممتازة. نباشروا ودرا وقنا نحاولوا نصحوا التمرين الأول. نقوم بتصحيح تمريم تمريم ونتمشى. لاحظوا معي هنا. نمشون صحو التمرين الأول. قالونا ليكون العددان حقيقيا A وبين. نبدأوا بالA. بين أن A عدد طبيعي. A يساوي تسعة على سبعة. في عشر على ثلاثة ناقص واحد. هناك حطونا بين قوسين. مشون نرقونا نشوفوها. هذا بالنسبة له. نقسم الصبورة إلى قسمين. لاحظ معي هنا. نعيد الكتابات هذا. نجينا هنا A تساوي. قال لك بيّن أن إثبات إثبات أن A عدد طبيعي. هذا الطبيع. هي عدنا A تساوي تسعة على سبعة. في نفتح قوس. عشر على ثلاثة ناقص واحد. هذا A. نقوم بالحل. A تساوي. ساعة على سبعة. هنا نعرف باللي الأولوي الأقواس. ما نقدرش نعمل هذا الضرب ولا نخدم الأولوي الأقواس. نجينا هنا. عشر على ثلاثة ناقص. هذه الليل واحد واللي على واحد. أي عدد بدون مقام. نحطه على واحد. هنا باش نوحد المقامات بثلاثة. هنا نضرب في ثلاثة. وهنا نضرب في ثلاثة. وجينا هنا عشر على ثلاثة ناقص ثلاثة على ثلاثة. وتعطينا هنا A تساوي. تسعة على سبعة. في. يدركي نعمل العشرة. نقص منه البصر. نحط المقام المشترك. يعني هنا نحطه. نحطه عشرة. ناقص ثلاثة على ثلاثة. وتعطينا A تساوي. تسعة على سبعة. في. سبعة على ثلاثة. وهي هنا نروح نكتب A تساوي. هنا كين اختزال سهل. لانت هنا ما كلش نمشينا صعب الأمور. عندي ها تسعة. كين فككها. تعطينا ثلاثة في ثلاثة. في. السبعة هذا اللي عندي نحطه. وعندي هنا سبعة في. سبعة في ثلاثة. نضرب البصر في البصر. والمقام في المقام. يلاحنا معايا نختاز. ثلاثة. تروح مع الثلاثة. والسبعة. تمشي مع السبعة. يبقى هنا. هنا. في الأخير. يبقى هنا ثلاثة على واحد. الأغطر هنا ما عندي. نجي ثلاثة على واحد. ثلاثة على واحد. ويساوي. ثلاثة. عدد. طبيعي. هذه بما يقص الإجابة عن السؤال الأول. السؤال الثاني. قالونا بسيط العبارة. نعود ولا للسؤال. من أخذ مش حاجة ما. قالونا أكتب العدد B على شكل A جدر ثلاثة. هذا اللحظ معايا. كتابة A. كتابة A. B عفوا. كتابة B على شكل A جدر ثلاثة. أي بحيط A عدد صح. نمشون هنا من الواصل. B تساوي. نمشون هنا بسط. خمسة جدر ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة جدر. اثنى عشر هي واشة. هي ربعة في ثلاثة. أربعة في ثلاثة. ناقص. جدر. تمانية أربعون. تمانية أربعون. هي كمية هي؟ ستة عشر في ثلاثة. ستة عشر. هي ستة عشر في ثلاثة. وتعطينا b تساوي. خمسة جدر ثلاثة. زائد ثلاثة جدر. هذا الربعة هي اتناني وس اتنان. في ثلاثة. ناقص. هذه الستة عشر هي ربعة واش اتنان. في ثلاثة. وتعطينا هنا. بيتها تساوي. يدروق نخرج. جينا خمسة جدر ثلاثة. زائد. هذه الأتنانية تخرج. تخرج ثلاثة في اتناني. جدر ثلاثة. ناقص أربعة جدر ثلاثة يدرك بي تساوي نحط الجدر ثلاثة كعامل مشترك ونحط الأعداد التاعي وهي خمسة زائد ثلاثة بإثناني زائد ستة ناقص أربعة وتعطينا بي تساوي خمسة زائد ستة تعطينا إحدى عشر إحدى عشر ناقص أربعة تعطينا تعطينا سبعة نحن سبعة جدر ثلاثة نحط معي نزيد ونواصل هيدرون عندنا بنسبة السؤال الثالث قالوا كتابة كتابة أعلى ب على شكل كسر مقامه عدد ناتق هيا وش كعننا كعننا أ على ب تساوي أ وش هي أ هي ثلاثة تلقينا وبي هي سبعة جدر ثلاثة أن يضرب هنا باش نرجع هذا عدد ناتق نضرب هنا في جدر ثلاثة ونضرب هنا في جدر ثلاثة تعطينا هنا كنضرب ثلاثة في جدر ثلاثة تعطينا ثلاثة جدر ثلاثة كنضرب سبعة في جدر ثلاثة في جدر ثلاثة تعطينا سبعة في ثلاثة وتعطينا هنا ثلاثة جدر ثلاثة على 21 هذا مقام عدد ناطق ثم معدتها عدد ناطق معدتها ما فيش الجيدر هذا 21 هو عدد ناطق ما فيه لا جيدر ولا إيش نزيد ونواصله بالنسبة للتمرين الثاني التمرين الثاني حتى هو تمرين سهل هذا نمشي ونقومه بالحل قالوا أن تكون العبارة أ حيث أ تساوي نحاول ونعيد والكتابات حرق الموضوع ما شبهي الملح تساوي X زائد 1 لكل أسئة 2 ناقص X زائد 1 في 2X ناقص 3 هذا نقلق أنشر أولا نشر وتبسيط نشر وتبسيط أي هذه المستبقى الشهيرة من شكل A زائد B لكل أسئة 2 وش تعتنا A أسئة 2 زائد B أسئة 2 زائد 2 أبي تعتنا X أسئة 2 زائد 1 أسئة 2 اللي هي 1 زائد 2 أبي معنى 2 في X في 1 2 في X في 1 تعتنا 2 X ناقص نفتح العارضة وهذه اللي وصيتكم عليها من قبل كل مرة نقول لكم عليها ناقص هذي وراسكم منها كتجو تنشر هنا لاحظ معي هل نخليها قم هايدا نفتح العارضة ونقوم بالتوزيع هنا هاودا هاودا هذه الوسحة لهذه وهذه على هات أي لاحظ ندور على الأعداد ساعة أي لاحظ X في 2X أعطينا الموجب في الموجب بعدها أعطينا موجب X في 2X أعطينا 2X أسئة 2 عاود الموجب في السالي يعطينا سالي بنقص 3 X عاود الموجب في الموجب يعطينا موجب زائد 2X الموجب في السالي يعطينا سالي بنقص بنقص 3 هايد اطلح تبعي هي A تسوي X plus 2 زائد 1 زائد 2X ناقص أي دوق هنا هذه كلهم نعكسهم أي عدد موجب يولي سالب أي سالب يرجع موجب هنا هذه دوق عندي هنا هذه كانت موجبها ترجع لي سالبات ولي ناقص 2X plus 2 هذه ترجع لنا زائد 3X هذه ترجع لنا ناقص 2X وهذه ترجع لنا زائد ثلاث كنا قادرين هذه نبسطوها عاودنا نسجدوها نبتلو الإشارات نحاول نخدمها بهذا لن نضيعوش الوقت نقاش نخدمها عشرين مرة أي لاحظ معي دروق نحط X مو ربع مع X مو ربع X مع X والأعداد مع الأعداد هذه ترجع لنا X plus 2 ناقص 2X plus 2 ناقص 2X plus 2X زائد 2X زائد 3X ناقص 2X أي عاودنا نمشه للأعداد عندي زائد 1 وزائد 3 أي ألت ساوي أي دروقنا مش نشوف X plus 2 ناقص X plus 2 تعطينا ناقص X plus 2 هذه اختار هذه قدمها كائن 1 1 X plus 2 ناقص 2 يبقى ويسألو لي X plus 2 هنا هذه زائد 2X ونقص 2X تحدب توقعنا هنا زائد 3X وزائد 1 زائد 3 تعطينا زائد 4 هذا تلاحظ معي تعطينا تساوي ناقص X plus 2 زائد 3X زائد 4 هذا فيما يخص نشر وتبسيط العبارة A نمشي وعاود قالونا حلل ثانيا تحليل هنا التحليل رأيها أكثر من سهل هناك تلاحظ العامل المشترك هنا X plus 1 هو العامل المشترك معنا تهنا نحاول نكتبها A to save نفتح X plus 1 العامل المشترك ونفتح العارض أي هذه رأيها مضربة في وحدة كيف هو معنا هنا جينا X زائد 1 الخطر هذه X1 زائد 2 هي X زائد 1 X زائد 1 معنا نفتح 2X ناقص 3 هذا شيء سهل للدرجة كبيرة A to save أي جينا X زائد 1 نفتح العارض X زائد 1 تبقى كما هي هنا هذه تبدأ هذه إشارة ناقص 2 X زائد 3 3 نزيد وصل هنا X ونقص 2 X تعطينا ناقص X زائد 4 ننزه 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 كيف نعرف إذا كان لدينا صحيح أو لا؟ هنا تأكد ما نفعل؟ ننشي نوزع XP نقوم بالتوزيع هنا تأكد بالتوزيع لاحظ معنا XP-X نقص X أسئل 2 XP-4 نقص 4X 1P-X نقص X 1P-4 زائد 4 تساوي نقص X-2 زائد 3X زائد 4 وهذه هي الشيء اللي لقيناه فيما يخص النشر والتبصيل مع أنها الشيء اللي قمنا به في التحليل كاعدنا صحيح نزيد ونوصل قالوا أنه حل المتراجحة ثالثاً حل المتراجحة هذه 3X زائد 4 3X أكبر أو يساوي 6X-2 نحاول نكتب المتراجحة حل المتراجحة هذه ثالثة حل المتراجحة أعطونا 3X زائد 4 نعيد الكتابتها أكبر أو يساوي 6X-2 أي لاحظ معنا هنا هذه نجيبها لهذه وهذه نبعتها الجاقر جينا 3X ناقص 6X أكبر أو يساوي ناقص 2 ناقص 4 هذه كنبعتها نغير الإشارة هذه 3X كنجيبها 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 هنا كنجيبها ناقص 3X وبنسبة لزائد 4 نفس الشيء كنجيبها كنبعتها الجاقر كنجيبها 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 ناقص 4 أي لاحظ معي هنا ناقص 3X أكبر أو يساوي ناقص 6 أي لاحظ معي هنا X هنا كنجيبها 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 سالب ما عندها هذه تعكس ما عندها هذه دروق كانت عندي أكبر تقول لي أصغر أو تساوي أيونا نقص نجيبها ناقص 6 على ناقص 3 ونجيبها X أصغر أو يساوي سالب سالب يعطينا موجب 6 قسم 3 تعطينا 2 هذا فيما يخص الحل هنا أنا ما قال لكش نمثلها بمثل الحلول كما قالوا ما كان ما قال لش نعملو تمثيل الحلول هما سهلوها لنا نحن ما نصعبها نزيد ونصله فيما يقص 80 80 80 الثالث لاحظ معي 80 ثالث 80 ثالث نحاوله دروق نحط المعلومات هنا شوفوا معي أعطونا R S 2 وثلث قائم في R R S 2 حاولنا نرسم المخطط كما اللي تعلمنا دايما المخطط هو اللي يعاوننا في الحل خطر هنا ما كش نرسم الرسم الرسم مئة بالمئة صحيح اخترنا ما عنديش المعلومات كلها ونمشيش نضيع وقت يمشي نخرججهم دروق أصلا قصنين عندي أسئلة حول استخراج الأطوال معنة ما تناش نرسم بأطوال غير معلومة قالونا مثالة قائمة في R هذا معنة هنا عندي R S R S فيها 8 سنتيمات وعندي وعندي R S في هذه تين ما نعرفهاش عندي زاوية هذه الزاوية هذه هذه الزاوية هي اللي نهتم بها هذا هو الزاوية اللي نهتم بها بعدها دروق هذه واش تمثل لي مقابل هذا وشي مثل واتر وهذا وشي مثل مجاوش وعندي سينيس سينيس T R S R T S تساوي 0.8 ألاحظ معي دروق هنا بالنسبة سينيس R T S سينيس زاوية هي المقابل على المقابل على الوطر ألاحظ معي هنا إيجاد T S هنا أولا إيجاد T S هنا عندي سينيس الزاوية T يساوي المقابل على الوطر ويساوي المقابل اللي يكون هو 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 R S على T S على T S على T S ويساوي R S اللي هو ثمانية على T S اللي هو يبقى T S ما نعرفه أشهد بالنسبة سينيس T أعطوها اللي هي ثمانية على ثمانية على عشرة ما عندها ثمانية على عشرة يساوي ثمانية على T S أعطوها أيها لاحظ معايا نعمل نعمل ثمانية على الرابع المتناسب جنا ثمانية في عشرة هنا نعمل هذا كل حساب الرابع المتناسب جنا ثمانية في عشرة يساوي ثمانية في T S ثمانية في T S ومن هو T S يساوي يساوي ثمانية في عشرة عفوا لا نكسبت ليش جنا ثمانين قسمة ثمانية وتعطوها يساوي عشرة معنى T S يساوي عشرة هنا إيجاد إيجاد RT اعتمادا على نظريات VitaCourse المباشرة المباشرة على المثلة القائم R T S أيضا قسم عندي عندي الوطن المربع وهو T S S 2 يساوي R T S 2 زائد R S S 2 R S S 2 بالنسبة ل T S S 2 هي عشرة S 2 يساوي RT S 2 هذا اللي نبحث عليه RT S 2 زائد R S S 2 وهي ثمانية ثمانية وتعطينا هنا مئة يساوي RT S 2 زائد ربعة وستين أي هنا جينا RT S 2 يساوي مئة ناكس ربعة وستين وتعطينا هنا RT S 2 تساوي مئة ناكس ربعة وستين تعتنا 36 معنتها RT تساوي إما جدر 36 أو RT يساوي ناكس جدر 36 هذه مرفوضة مرفوضة لشخطر يخرج لطول سالب وطول سالب عمره ولا يكون طول عمره ولا يكون سالب هنا RT جدر 36 هي 6 سنتين هذا بما يخص خرجنا خرجنا ST وRT نزيد ونواصل قالوا أن لتكون نقطة M من RT هون نحاولون نرسمه هنا لكي نرى لتكون نقطة M نقطة من RT حيث TM من RT حيث TM تساوي 4 سنتيمة معنى هنا عندي 4 سنتيمة هنا عندي M وعندي المستقيم دلتا عمودي على المستقيم TR TR في M من سيأخذ لك موحدة تشوفوا بالله كإنحاء النظرية الطالس رها ماشي ماشي يعتونه عن نظرية الطالس هذه عمودي تلاحظ معي هنا العمودي على نفس المستقيم يكون متوازيا يقطع TS في N هذه نسميها N هذا تمرين من أروع ما يمكن رأيكم خدمته كيفه ألف مرة قال لك هنا أحسب الطول M وحساب الطول M وحساب الطول M اعتماد على نظرية الطالس المباشرة قلنا بالله دائما المباشرة تحسب لي الأطوال ولكن سنقصني انتبت بالله عندي هنا عندي استقامة النقط TMR و TNS وعندي توازي MN يوازي RS هذا المده هذا يوازي RS لأنهما عمودية على نفس المستقيم تائر المستقيم العمودية على نفس المستقيم يكون متوازيا نزيب ونواصله هنا إيجاد إيجاد طول MN إيجاد الطول MN اعتمادا على نظرية طالس المباشرة هنا عندي شروط شروط عندي شرط الأول استقامة النقط TNS TNS TMR 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 استقامة النقط TNS TNS و TMR استقامة بنفس الترتيب هذا الشرط الأول شرط الثاني عندي المستقيمان لهم من MN و RS متوازيا لأنهما لأنهما يعامدان يعامدان نفس المستقيم تعامدان نفس المستقيم على TS على TS و يساوي MN هذه اللي نحتاجها MN على RS أيضا نوزع الأطوال اللي عندي باش نعرف هنا وش الكسر اللي نستعمله أخطر هنا عندي هذا الكسر دائما نرفضه أخطر هذا هو اللي فيه المطلوب هذا هذا هو المطلوب يعني هذا نرفضه نرفضه هذه عندي هنا على RS بها 8 هذه نأخذ هذا الكسر اللي نأخذه بالصفة علي نمشي وننوقع على TM تم عطونا فيها 4 سنتيمتر و عندي TR نعرفها اللي هي لقيناها فيها 6 لقينا فيها 6 سنتيمتر هنا تيآن و تيآن تيآن عندي تيآن هو تيآن هي عشرة بس هنا تيآن ما عنديش ما نعرفش تيآن هنا معنى هذا الكسر ما ناخدوش معنى هذا الكسر اللي ناخدهم نرفض هذا نرفض ربعة على 6 تساوي M M M على 8 معنى هنا M تساوي بالرابع المتناسب دائما الرابع المتناسب هذا يخدم منها تقريبا كل شيء كنت تتقرؤها في الإبتدائية العملية الثلاثية سوف نعرفكم منذ الصغر أي جينها 8 في 4 على 6 و يساوي 8 في 4 تعتنا 32 32 على 6 5 خمسة 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 سنتيمة نشوفه إلا قالونا بالمدور أو أي شيء أو أي شيء أو أي شيء أو أي شيء أي شيء تدوير إلى الوحدة من السنتيمة الآن تدوير إلى الوحدة من السنتيمة هنا يقال أن تدوير إلى الوحدة نشوف الرقم الذي وراء الفاصلة وراء الفاصلة ينتمي لمجموعة صغره و هو المجموعة الصغره و هو المجموعة الصغره المجموعة الصغره من الأرقام التي هي 0 إلى 4 0 2 3 4 المجموعة الكبرى هي 5 5, 6, 7, 8, 9 كيكون عندي هذا ينتمي لمجموعة صورة معندها نرفض القيمة المقربة بالنقصة القيمة المقربة بالنقصة هي 5 معندها MN معندها MN يساوي بالتقريب يساوي بالتقريب 5 سنتيمتر هذه فيما يخص التدوير إلى الوحدة تعطينا 5 سنتيمتر نزيد ونواصل بالنسبة للتمرين الرابع نحن معاين كيف نحل لـ 8 رابع 8 رابع في المعالم هذا سهل لا يوجد صعبة نحاول نخطبها مع بعض فيما يقول قالوا أنه في البداية يعلم النقص A B و C ذات الإحداثيات C نقص 1 نقص 1 B2 2 A نقص 1 5 عندنا بالنسبة لهنا هذه فاصلة هذه ترتيبة هذه فاصلة هذه ترتيبة وهذه فاصلة وهذه ترتيبة وعندها هذه نسميها XC وهذه YC نختلف فاصلة هي X والترتيبة هي Y وعندنا بالنسبة لهنا هذه B يعني هذه هي XB وهذه هي YB وهذه XA وهذه YA نحن معي يسعني شي سهل فيما يخص الرسم الرسم نعطيكم الرسم كله مفصل نحطه لكم بعد ذلك نريد بالسؤال الثاني فيما يخص الرسم ترتيبوا لا يخدموا فيه كلش سنبدأوا بالحساب أحسن الأولا تعليم النقاط أولا تعليم النقاط هذا صحيح تكتفوه نمشي والتانيا هذا سهل وتكتفوه كان يخدم لكم الرسم مفصل ونحطوكم ندرككم بعد ذلك نحاول نخدم فيها كثيرا كثيرا لدينا ننسبة الحساب الطولين AB نبدأ بحساب AB حساب AB حساب AB AB وش لدينا القاعدة تعنا AB تساوي جدر هي عدنا XB نقص XA X2 زائد YB نقص YA الكل X2 ونصطن هنا تساوي جدر أي ضروق هنا عندي 2 هذا تفتح القوس 2 نقص نقص 1 الكل X2 عود عندنا هنا زائد 2 نقص 5 الكل X2 ساعدنا هنا تساوي جدر كبير عندنا 2 نقص ونقص ساعدنا 2 زائد 1 الكل X2 زائد 2 نقص 5 الكل X2 اغطر هذه زائد واللي نقص نزيد ونوصل نربح المكان AB تساوي جدر كبير هيا عندنا 3 زائد 1 2 زائد 1 ثلاثة 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 زائد هذه عود عندي 2 نقص 5 ثلاثة لكل ثلاثة 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 18 18 18 نقدر نفصل نزيد نحاول نبسط ها هذه 18 هي جدر 9 في 2 وتعتنا هنا AB يساوي هذه 9 هي 3 2 جدر 3 2 وتعتنا هنا 3 جدر 2 هذه سنتيمتر هذا في ميخص AB هنا أعطيت حل مفصل حتى الأخير عاود عندنا بالنسبة قال لك عاود نحسب Bc عاود نحسبه هنا Bc إيجاد حساب Bc بنفس الكيفية عاود نفس الشي نقوم بها Bc ما كان شي شي حاجة صعيبة ولا ما كان شي موال فينه سأضع لكم حاجة جديدة أو لا هذا xc xb xb x2 زائد yc x yb x2 أطلقكم بالله هنا كان ينزائد ما كان ينزائد ما كان ينزائد ما كان ينزائد ما كان ينزائد ومثلت ومثلت وكان ينزائد ينزائد ومثلت ومثلت المستحفة من نهاية نقص البداية ومن المستحفة نهاية النقص البداية والفاصل ومن المستحفة من خسار لماذا لا تحفظه؟ تقول أنه تفهمه أحسن حتى تجد الفكرة هذه الفكرة تشوشك أو تدخل لك الشكل تقدر تصححها بنفسك. الأخطر أن تكون أفهم لا يوجد مشكلة. تقول لي على خطر هذه لا يمكن أن نفعل هذا. أو على خطر ربيطة غرصة تكون كين زائد لا يوجد مشكلة مستحيل أنه يكون عندي ناكسة. تسلقها تسلقك روحك حتى تجد الفكرة هذه معاكسة أو لا تجد. بعد الأحيان بالارتباك يبقى يدهرون أصوار حين عمرك لأشتهم يبدأوا يبانون. يجب أن تكون أفهم لا تقدر تلاقي على نفسك وأي حاجة تفزد لك تسجدها. لاحظ معي. نزل وصله. هنا ناكس 1 ناكس 2 الكل أس 2 زائد ناكس 1 ناكس 2 الكل أس 2 تساوي ناكس 2 عفوة بالنسبة للكتاب. ناكس 1 ناكس 2 لكل اثنان زائد عاود نفس الشيء نقص واحد نقص اثنان لكل اثنان تعتنا هنا ايه هنا جنا بيسي يساوي جدر هي عندي هذك تعتنا نقص ثلاثة اثنان زائد نقص ثلاثة لكل اثنان تعتنا هنا بيسي يساوي اثنان زائد نقص ثلاثة 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 ثلا� ونبسطها ليس لي. خدمتها خطرة ونبسطتها. نزيل ونواصلها. من بعد قالوا أن قالوا أن F منتصف AC عين نقطة لصورة بابي الدوارة التي مركزه F وزاويته 180 درجة. هنا في زاوية 180 درجة لا يهمنا الاتجاه. لماذا؟ الخطرة 180 درجة سوف ندوره بنص دائرة. هنا لا يمشي بنص من من الجهة الموجبه أو من الجهة السليبه تعطينا نفس الشيء. تعطينا نفس النتيجة. هنا خطرة 180 درجة جميعنا زاوية مستقيمة. لأن تخرج لها نفس النقطة بها تخرج لها نفس الموقع. مهما كانت الاتجاه سالي بحب موجب، تعطينا نفس الموقع. نعطيكم الرسم بالتفصيل هذا اللي خدمه لكم هذا الرسم لاحظوا معي هذا عيننا لاحظوا معي دروق هذا الرسم عيننا بالنسبة ل A نقص 1 زائد 5 عيننا B زائد 2 زائد 2 وعيننا C نقص 1 نقص 1 لاحظوا معي دروق هنا عيننا F المنتصف المنتصف تعقا A C نعم الرموز هذا الرسم نحن ندرون كيف حسبنا نصبنا بلدي هذا A B يساوي B C نعمل الرموز نعمل الرموز لاحظوا معي نعملهم لخطر حسبتهم نرغم أنش شاك ولا نمتالف لاحظوا معي عندي عود بالنسبة B بالنسبة بالدوران هنا هو هذا لاحظوا معي هذه هي صورة B بالدوران لدي مركزه F وزاويته 180 درجة هذه لاحظوا معي أي دروق هنا هناك تلاحظ بلديك دائرة هنا مع أن تعاود نفس الشيء عندي هذي عندي هذي هالجزء يسوي هالجزء ولو أنه عندي تقاييس هنا بصح ما نتكلمش عليها عندي هنا من قطران متناصفة متقاييسة بصحنا ما نهدر وش عليهم هذي شيء ما دروق ما نتكلمش عليها بصح ما عندي إثبات باش نخدمه نعمل نفس الرمز وانا ما عندي حتى إثبات لو أني نفسني أي شيء نعملها لازم نثبتها من أنه لا يوجد في خاطرين لا يوجد مدابية تكون هذه أو رأني نعتمد على الملاحظة نعتمد على الملاحظة نعتمد على الإثبات لا نعمل لن نشيش نخدم شيء من دائرة رمزة ولو أنه كان طرق أخرى نجم نخدم هنا نخدم كين فيتاغورز نجم نعمل فكرة المحوار وكين عدة أفكار نحاول نخدم هذه الفكرة أي شيء نكتبها لازم نبين عليها لكي تكون الأمور باقتناع لدي شيء على بالي بها أنه لدينا بي أف يساوي أف دي هذه اللغة وعندي أف أ يساوي أف سي أنا هذا الشيء رأي عندي موجود وعندي كذلك أبي يساوي بي سي أبي يساوي بي سي هذا الشيء رأي عندي لنشوفوا الأسئلة وشكي كسؤال هذه هنا كم لي قلت ..." مومًا وضع بي وضع بي أفت هذي في الإتجاه أفتلك الأمور باعتداء تساوي أفتلك أفتلكem أفتلكم أفتلكم م選ب dean 我 أفتلكم 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 أفتلك كيف نعمل موسيقى أفتلك أن أفتلك عجب الإتجاه أو موجة بولة في الاتجاه السالب تخرج لنا نفس الشيء تخرج لنا النقطة ده في الموقع التحالي هنا حتى هنا مئة وثمانين درجة معنى انتج هيدا ولا هيدا تخرج هي هي معنى هنا ما عندي مشكلة والأمور تخرج لي مئة بالمئة صحية نزيد ونوصله بالنسبة نرى السؤال وسعدني كسؤال قالوا انه استنتج من الشكل احداثيات النقطة ده قالوا انه ندرك استنتج من الشكل واذا معنى انه استنتج استنتج معنى ما اقل لك اوجد وكان قال لنا اوجد اولا اللي اعمل الشعاع يساوي الشعاع ونخدم هذه الخدمة كلما قالونا استنتج مين الشكل واذا معنى هذا استنتج مين الشكل معنىها مين الشكل نستنتج معنت هنا هدي ده بالاسقاط نسقطها على محور الفواصل ونسقطها على محور …التراتب هذا الاستنتج كما قالوا أننا أوجد إحداثيات دي هنا يأيما تعمل آدي شوعة آدي يساوي شوعة بيسي وتخدم الإحداث كما تعلمنا لكي يكونوا شوعة متساوية لكي يكون لديهم نفس المركبات وتخرجوا المركبات وتخدم هذه الخدمة كما قال لك استنتج هنا استنتج استنتج لا يوجد حل استنتج نعتمد إلا على شيء بسيط ما أنتها غير مالشي الذي عندي كما قالوا أننا من الشكل ما أنتها هنا كما قال لك أننا نتعبو وكما أننا نضيع فيها مقتل ولو أن تخرجها بالحساب لا يوجد معنى أنتها غضا لكن صحيح لماذا عشر دقائق ولا أربعة ساعة وانت في هذه تخرج في المركبات وفيها خدمة كبيرة وتنقية التحامة كنوان هنا استنتج استنتج إحداثيات إحداثيات دين من الشكل من الشكل قالوا أننا من الشكل زادوا فهمونا قالوا أننا من الشكل عندها استنتج ومن الشكل لماذا قال لك أننا نخرجها حسابيا أو أنها استنتج هي دين هنا دين نخرجها هذه أي محور الفواصل هي نقص ربعة ومحور التراتيب هي زائد إثنان هذه هادي هادي استنتج هادي أقل ما دقيقة نجيبها هاو دا كلمنا هادي نمشي للسؤال الأخير قالوا أنه بيّن طبيعة الرباعي بيّن طبيعة الرباعي ما أنتا غين استنتج بالخف ما أنتا يقول لك بيّن ما أنتا هادي در مقصدك تقنعه تقنعه باش ما يقول لكش علاش كيفاش ولا كيف ولا ما يعطيكش لماذا ولا يزيل لك سؤال فلو بلدق ما أنتا هنا بيّن ما أنتا هنا تبيان ولا نوعية هنا نوعية الرباعي A B C D أولا دروق عن D نخدمها على مراحل لاحظ معي هادي نخدمها على مراحل ليس نقول له هادي عبارة عن عن مرباع أو لها إذا نجي رايح ها يقول لك بيّن هادي ما شير سؤال تأولى متوسط تقول له نوعية الرباعي على حساب ما كتشوف ليس نعتمد على الموال أحد نعتمد على الإثبات هنا أولا عن D لدينا دروق هنا لدينا ولا بمأننا ولا مهم ثم تعرفوا أنا أعطيكم من الحل وتما فيما يقص التعبير كل واحد يعبر كما يحب كانش ما كانش قال منهاجية مخصصة بالنسبة بالنسبة لي هنا ولا بالنسبة الكاملة كل أستاذ يخدم كل واحد يخدمها معنى نقدر أن نخدمها بطريقة أستاذ آخر يكتبها بطريقة آخرى وانت تكتبها بطريقة آخرى بصح من ناحية المضمون المضمون هو هو تبقى قضية الكسابة التعبير أنا ما نشوفوش مهم وكل واحد وكش يعبر مهم أولا نبدأ بالمعلومة اللون أنا لدينا لدينا نرقوش عن لدينا عندي عندي القطران القطران أصي و القطران أصي و دي ب متناصفا في أف يتلاح باللي هادي تتاوي هادي وهادي تتاوي هادي اعتماد على الشيء الذي يخدم منها هنا لدينا قطران أصي و ب دي متناصفا في أف أي أبي سي دي متوازن الأضلع لأن قطران متناصفا نزيد نزيد نواصل ما زال لدينا حجم نعم ترى مقصع يخرجنا هذا بلي متوازن أطلع هذا لا نكتفي أني يقول المتوازن أطلع نروح لا ما زال بقي لدينا حجم عندي هنا هذا المثالة A-B-C هذا المثالة A-B-C هذا مثالة قائمة في B المثالة هنا وبما أن المثالة A-B-C قائمة ومتساوي الساقي A-B-C حيث إذا نظر هذه قائمة ومتساوي الساقي ومتساوي أو متساوي الساقي ومتساوي الساقي سيخدم A-B-C تساوي ومتساوي جدار 18 ومتساوي 3 جدار 2 هذا سيكون موجودة ومتساوي ومتساوي أحضر المثالة القائمة المثالة القائمة عندنا نروق A-B عندي A-B يساوي جدار 18 نجد هذا لكي تجيني سهلا عندي B-C يساوي جدار 18 نحسب A-C A-C نخدمها بنفس الطريقة هذه نحسب أن X-C نقص X-A 22 زائد Y-C نقص Y-A 22 ومتساوي هنا جدار نقص 1 نقص 1 1 22 زائد نقص 1 نقص 5 وهي زائد 5 22 تعطينا جدر نقص 1 زائد 1 تعطينا هنا 0 0 22 هذه 0 22 تمشي صحيح لنحن نقص 1 نقص 5 نقص 6 22 و تعطينا هنا يساوي جدر الصفر هذا يروح هذا يمشي يبقى أننا 6 22 هي 36 و 30 و جدنا تساوي 6 معندها AC يساوي AC يساوي 6 AC يساوي 6 لنقص إعتمادا نثبت أن ABC قائم في B اعتمادا على نظرية فيتغورس العكسي فنتحق نحن فنتحق من صحة العلاقة جدنا هنا الجين أحسن أي الجين هنا 6 أس 2 هي 36 تساوي 18 زائد 18 وطعاً 36 يساوي 36 معنات هنا دروق هذا إذن هنا محققة إذن ABC هو مثلت قائم ومتساوي متساوي الساقي هيا دروق هنا نمشي للرباعين نمشي للرباعين نرجع له هيا شوف معا هذا أولاً متوازئ هذا القناب اللي متوازئ الدروق عنده زاوية قائمة معناتها كي عندها زاوية متوازئ وفي زاوية قائمة معناتها هذا أول حاجة تكون عندي في هذا الشكل هي مستطيل معناتها يقدر يكون مستطيل لخطر متوازئ أدلع وعنده زاوية قائمة معناتها مستطيل بس أول عندي حاجة زيادة أنه فيه دلعان متتاليان متقايسان معناتها فيه متوازئ أدلع فيه زاوية قائمة وله دلعان متتاليان متقايسان فهو عبارة عن مربح لاحظت معي الفكرة ولاحظة كي أن حلول أخرى يقدر تلميذي يخرج كمثال إحداثيات المنتصف ويثبت بلي هذا كمثال يثبت بلي هذا المثالة A B F مثالة قائمة ومن بعد هنا يثبت بلي يثبت أنه عنده هذا كمثال بمحور قطعة يثبت كمثال يثبت هذي متوي هذي كمثال يثبت بلي هذا متساوي الساق قائمة ومتساوي الساق هذا الدغلاني يثبت بلي قائمة ومتساوي الساق يقدر يخرج إحداثيات F لإحداثيات المنتصف 均定 ومن بعد تخرج عودة طول دلع عط أف وطول دلع عط أف وتلقهم بلي متساوي وبلي هذا متلحة قائمة ومتساوي الساق ومنه ومنه قطران متناصفان متعمدان ومتقيسان فهو مربح هذه كائن هذا الطريقة تنجم تخدم بها بس طريقة طويلة أنا حاولت نختار الطريقة السهلة كما يقول لكم الرياضيات ما فيها قال إجابة موحدة كل التي خدمها تكون هي كائن عدة إجابة صحنا الأسهل والأسرع هي الأحسن خل ما لنا نحوص على إجابة نجيبها من البعيد هنا مدابيا نغلب سهلة رياضيات أصلا صنعها باش تسهل اكتشفوها باش تسهل علينا ماشي باش نصعبوا على رواحنا نشاولينا نكرهها لخطر حنا نحاولو نصعبو الأمور وهي الأمور تكون سهلة حنا نبقى نخرجو من رأسنا ونحاولو نبعدو باش نوري ورواحنا باللي نعرفو عشو ندخلو فيما ته وهذا الإجابة رأيها سهلة نزيدو الواصلة ومن هو ومن هو هيا دروك واسمر عندي هنا أبي سيدي متوازئة لها له زاوية قائمة زاوية قائمة في بي وله الدلعان أبي وبي سي متتاليان ومتقايسا هنا نقدر حتى نفكر أنه يكون معين اختار دلعان متتالية متقايسا في متوازئة لا يعطينا معين دخلونا عاود زاوية قائمة عاود يخرج المربع لماذا؟ لن نعرفو باللي المربع هو مزيج من المستاطين والمعين يعني أن كان نرفض المستاطين نرفض كامل الخواصة على المستاطين ونرفض كامل الخواصة على المعين نسقوهم معه بعد ندمجوهم يخرجنا مربع المربع ما يغيد لا المستاطين ولا المعين فيه كامل الشروط فيه الشروط المعين وفيه الشروط فيه الشروط على المستاطين معه هنا فيه زاوية قائمة عيد ومنه أبي سي لمتوازئة أضلع له زاوية قائمة في بي وله دلعان أبي وبي سي متتالية متقايسا فإنه مربع هنا تقدر تكتب وبما أن أبي سي دي متوازئة أضلع له هنا دروق الكتابة تبع المنهجية الأستاذ كيشموا الفك كيشموا الفين تخدموا معه وتتخدموا هنا تبقى أنا أعطيتكم أعطيتكم الحل دروق المنهجية كل واحد تعلم المنهجية كيش حل هنا ما كانش من نقول لكش أنا كعمل إجابات تاعية ولا ما تحصلش عن النقطة هذه ما كانش منها ما كان هنا نحكم وكحتاجة نحكم ما نحسبك شعليها على كيش تكتبها كما تحب المهم مفهمه وعطينا الأفكار صحيحة نروحون للمسألة المسألة أسهل منها ما كانش أسهل من هذا المسألة لا يوجد واحد معي هنا نحاول نكتب هنا قبل ما ننشي قبل ما ننشي نجاوب في الصبور هنا أولا قالوا أنه يقترح مدير مسبح بلدي على السباحين تسعيرتين أثيتين تسعير الأولى 100 دينار للحصة الواحدة هذه كنت عملت عليها وضعية مقترحة كنت لكم كنت تسيبوا هذه للواحدة للحصة الواحدة للجريدة الواحدة لل للكتاب الواحد كنت عملت لكم هذا التمرين فيه للكتاب الواحد فيها كنت حطيته في هذه يومها يومها وضعية مقترحة حطيت لكم استعارة الكتب يستعروا كتاب 15 دينار للكتاب الواحد كنت لكم كتاب الواحد الحصة الواحدة الكتاب الواحد الجريدة الواحدة هنا هذا الذي يزيدونه الواحدة كنا نسميها الواحدة وهذه هي التي تعلقها بالإكس هنا هذه الصغة تعطينا مئة إكس وهذه أسهل من هذا الشيء والله ما كان كان طلبتهم ولا ربما ما يحطلكم وضعية سهلة كم واحد هذا لاحظ معي بالنسبة للسعارة الثانية 80 دينار للحصة الوحيدة نفس الشيء هذه هي التي تعلقها بالإكس مع اشتراك شهري قدره 400 دينار ما عندنا نجي لإكس وهي 80 إكس 80 إكس ونزيدوا لها اشتراك شهري اشتراك معه اشتراك معه معنتها زائد زائد 400 هذه مخدومة ما يخصها آخر نزيدوا الواصلة وقالوا إن ما هو عدد الحصص الذي يمكن الحصول عليها عفواً في كل تسعيره إذا دفعت مبلغ 2800 دينار هذه 2800 عفوا بالنسبة للموضوع مراش باين مليح كنت رفتون من هذه الموقعتها الدراسة نروق هنا إيجاد إيجاد عدد الحصص عدد الحصص المحصل عليها بدفع 2800 دينار بالصيغات والصيغات معنة هنا ما أسمعت هذه 2800 هذه هذه النتيجة معنة هذه الصورة معنة هذه النتيجة معنة هذه النتيجة معنة هي النتيجة قلت لكم ب Row كنت نوري لكم وقلت لكم ب Row هنصر هي النتيجة معنة هذه هي هذه هي أفلي إكس ولا هي جيلي إكس غيمة شي إكس هذه الصورة أي لاحظ معي دروق نخرجه العدد المتعصل عليهم هو إكس معنات هنا ونكتب أفلي إكس نبدأ بالصغر لون نبدأ الصغر الصغر الأولى نبدأ بالصغر لون عندي أفلي إكس تساوي مئة إكس ويساوي نتيجة نعرفها وهي ألفين وثمانمئة معنات هنا إكس تساوي ألفين وثمانمئة على مئة نختزل السفرين وتعطينا ثمانية وعشرين حصة معناتها بالصغر الأولى بالصغر الأولى الأولى هي تحصل على ثمانية وعشرين حصة بدفع ألفين وثمانمئة دينار هذيك نبعتها للجهة الأخرى لنقص ألفين وثمانمئة ناقص أربعمئة تعطينا ثمانين إكس تساوي ألفين وراء ثمانمئة ناقص منها تعطينا ألفين وربعمئة تعطينا أكس تساوي ألفين واربعمئة كسمة ثماني نختزل الصفر مع الصفر 24 كسمة 8 تعطيناها 3 وهذا كالصفر نضيفه ومنه أي بصيغة الثانية يتحصل على 30 حصة بدفع 28 800 دينار معنى هو كان يجي يختار ما هي الاسم يختار يختار الصغيرة الثانية هي الأحسن نشوفه إذا أعطونا في هذا السؤال إذا أعطونا هذا السؤال قالوا ما هو عدد الحصص الذي يمكن الحصول عليها في كل تسعيرات إذا تفعت هنا ما قالوا ما الأحسن معنى هنا ما نمشيش نجاوب على حاجة ما أعطوهني قالك باعتبار X هو عدد الحصص في الشر وبالاستعانة بالتمثيل بياني أعطي الأفضل تسعيرتين حسب عدد الحصص خلال شهر واحد معنى هنا ولكن معنى خلال شهر واحد معنى FDX وGDX هذا كل شهر واحد معنى كايني اشتراك واحد معنى تعملي زائد 400 لماذا لا يجي تعمل بزاة كايني تعمل FDX وساوي 100X وGDX و80X زائد 400 وكان كايني شهرين معنى هنا خصوصك تحط 400 و400 أحد أخرى تعمل شهر الأول وتحطي شهر الأول صحيح؟ هذه الكرة فيها فيها تعمل شهرين سوف ندرق لك شهر واحد بعد أن هذه سهلوها هذه كان القدرين كما يكتبوها الناش لكذا كما يدخلنا الشكل لكنها ما عليش هو ما نضعها ما عليش نخدمها ما علينا مشكلة لك هنا لا يهمنا هنا قالوا أنه يمكن أخذ أعطونا السلم أعطونا المقياس على الرسم 1 سنتيمة على محور فاصل يمثل ربع حصص 1 سنتيمة على محور ثارتين يمثل ربع مئات دينر بعد ذلك لنرسمي في التمثيل البياني نو pinky نرسم نبو Wind التمثيل البياني هو قدرossa قدركم لنضعكم ما خدمتم كما تفهمنا قلنا بالنسبة وكي نرسمي المثل لسنتيمة نرسمي إنشاء تمثيلًا البينيين حجب لك تمثيل البيانيان لفلي اكس و جي لإكس تمثيل البياني وتمثيل البياني جي لإكس قصنا نرسم الجدولين المساعدين الجدول المساعد الأول الجدول المساعد الثاني بالنسبة للأمدي نروق أني وصلت لهم بالفكرة كنت نقول لهم باللي هاك شي خدمه هاك شي خدمه وهذا الشي اللي حطته هاو هذا من تهل اللي تبعها الدرتين يكون يخرج فيها نشا ان شاء الله يا ربي تكونوا عملتوا عليها ما يكونش عندكم ما تكونش جاتكم كاش فكرة جديدة ولا ما نشعرف هنا بعد الأحيان يجيكم الأفكار الجدود وانا نخاف منكم خاصة بعض التلاميذ الممتازين هم اللي يجيهم هاد الأفكار ويبقى لهم فكرة فكرة بالخف ويبقى لهم ويسرعوا ويبقى لهم ويعشقوا ويبقى لنا كاريته أي لاحظة معي أولا قلنا باللي اللول دايما نعوده بالصفر هادي صفر هنا وصفر هنا كنعودنا هنا الصفر اختر هنا عندك افل اكس تساوي مئة اكس هادي نحطهاك وعندك هنا جي ل اكس تساوي كنعوده بالصفر لانا نحوصه على طريقه لاحظ معي هادي شو نعطيكم هادي السفر شوف معي واشكرت لكم قلت لكم هادي كنعوده بالصفر تعتني هنا سفر مئة في صفر تعتني هنا سفر كنعود هنا ثمانين في صفر زائد ربعمية تعطينا ربعمية هادي دايما نعود بالزير وهنا دايما بالصفر هادي كنا باللي ما نعودهاش على الزهر ما نمشيوش على الزهر نمشيو نحطوها كنا نخرجوها بنقطة التلاقي مع انتحنا ماشي حتى كنمدد وما نتحشوئها ونقعد مغبون فيها وطيقرج لرسم خاطئ نخدم بالقفاز هاي ما داشي ماشي 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 حرام اني نقفاز كنكون نخدم نخدم بطريقة داكية هذا ماشي 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 غوش ولا هذا هذا بالعكس كتتخدم بالفطنة ماشي كتتخدم عينك مغمدين وتحل هاو هذا لاحظ معا نكتب هنا Fx تساوي Gx توقع هنا هذا هو اللي نصيبه كنصيب هذا هو اللي نخطوه هنا ونعود به يا شو معي كتخرج مسجد ها شو هادي باش داروق باش نزيد من فهامكم بالليه الشي اللي كنت نقوله ماشي ماشي غي تخيلتوا هاو هذا لاحظ معا مئة x ناقص 80 x تساوي 400 وتعطينا 100 ناقص 80 تعطينا 20 x تساوي 400 وتعطينا x تساوي 400 على 20 وتعطينا هنا ونفس الشيء بالنسبة x x 20 حتى هي تعطينا 2000 هادي 80 في 20 زائد 400 هادي تعطينا 1600 ونزيد لها 400 تعطينا 2000 وهنا نحط تحت هي نحط هنا 2000 وهنا نحط 2000 شو حتى لنا السلة من اللي يعطوه لكم على حسابها مع انته هما يخدموا بهالطريقة بلك تحسب هما يخدموا يخدموا الموضوع هذا هما يدرسوه ويدربوا الحساب ويخرج لخاطئ لكي لا ترتاب لكي لا تتحصل لكي لا يخاف عليكم كما يخاف عليكم نحن هما يخموا فيكم ويضع لكم شيء صحيح 100% يدرسوه 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 من الحساب كيف يخرج التمثيل البياني يدرسوه ويضع درسوه ويضع هذا من العدم شيء يضع الموضوع ويضع ويكتشف أنه كان أخطأ هذا أولا لكن أمور مسجدة لا يخص حتى جوز هيا ماذا معي هيا درسوه هنا لاحظ معي ماذا قالوا لنا في محوال الفواصل في عدد الحساب نمشي بالربعة 4 8 12 16 20 24 28 8 قالوا لنا بالنسبة ل هذه ما بينها منح أفوال بالنسبة للسعب نمشي بالربعة 400 800 1200 1600 2000 2000 2000 800 800 1200 2200 أنا عملت بزافة لنظهر للشكل منح أي لاحظ معي درواق هنا بالنسبة للنقطة الأولى بالنسبة الأولى هي هذه الخطية تبدأ من 0 0 هذه هي 0 0 هنا نضع لكم الأحداث هنا لاعفوا بالنسبة لتنظيم الكتابة لا غالب لا نستطيع ننظم ونفهم وكل شيء لا غالب استمحوا لي نحاول نخدم الذي نقدر عليه وأنا لا أحسن لأنها كائن الخير مني يخدمها أحسن نحاول نجتهد كيفكم نحاول نعطيكم الأحسن الذي نقدر عليه عندي بالنسبة لتمثيل بايني الخطية من 0 0 النقطة الأولى والنقطة الثانية تخرج في نقطة تلاقي والمدد ونتحصل على المستقيم الأول هذا فلي إكس ثاني حطيته بالحمر وبالنسبة للتمثيل البايني الثاني يمر من النقطة اخطحنا باش نرسم مستقيم نحتاج نقطتين عندي اللولى 0 400 وعند النقطة الثانية وهي 20 2000 هاي هاي يلاحظوا معي هوا دعو النقطة التلاقي هاي ونخرج نرسم هذه النقطة التلاقي نحطي صلكم هنا هاي 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 هي النقطة التلاقي هاي اللي هي 20 2000 دعو هما واذا قال لك قال لك دعو قال لك قارن كما السؤال قارن ولا ما هي الاحسن بالنسبة للشهر معنى هنا احسن بالنسبة للشهر هو يختلف بعدد الحصص المأخوذة معنى يختلف على حساب عدد الحصص إذا أنت تحتاج قلة من 20 إذا تحتاجت من الصفر العشرين معنى هنا في هذا الحال يجب معايا تمثيل بيانية F X تحت التمثيل البياني لج X معنى F X أصغر من G X واذا نكتب ها هنا X لاحظ معايا هاي الدراس البيانية وهذه خدمتها مع التلاميذ إن شاء الله يا ربي تكونوا عقلتوا عليها يخدمناها بالتفصيل واخدمنا المثال بهذا الشكل بهذا النوعية أباقلكم در وقت تسقطوا هذه تسقطوا هنا قلت لكم باللي فيها 3 الأجزاء فيها الجزء الأول أصغر الجزء تساوي والجزء أكبر في البيانية قلت لكم باللي كين 3 الحالة الحالة أصغر الحالة تساوي والحالة أكبر عندكم 3 حالة ندرسوا بالنسبة الحالة اللون الحالة X محصورة ما بين الصفر والعشرين X هو عدد الحيصة محصور ما بين الصفر والعشرين في هذه الحالة واسموا وكتشوفوا وكتشوفوا باللي تمثيل البيانية هذا F X F X هل تكتبوها بالتفاصيل تنظر وقالين يفهمكم هذا رهل تحت G X تمثيل F X تمثيل F X تحت تمثيل G X معنطها هنا واسم عندي عندي F X أصغر من G X معنطها شكون هي الأحسن الأحسن هي أصغر معنط أنت هو الزابون معنط أنت لك ماشي 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 المدير المثبح معنط أنت شحل مدفع قل شحل مملح معنطها هذه الحالة F X F X والله الصيغة الأولى الصيغة الأولى عفوا بالنسبة أني نحاول لنختص الكتبة اختار البلاس ما لديش لما كان قليل هنا الصيغة الأولى هي الأحسن لأنها أقل ثمن نمشي لهادي عاود الحالة هذه هذه الأول الحالة الهادي وين يكون عندي X يساوي 20 الحالة X 27 هي نقطة تلاقي وازمعنطها نقطة تلاقي معنطها F X يساوي G X معنطها هنا في هذه الحالة الصيغة المتساوية معنطها يدفع نفس الثامن معنطها يستعمل الصيغة الأولى ولا يستعمل الصيغة الثانية يخلص غير كيف كيف ما كان الأحسن نحن في هذه الحالة لا يوجد الأحسن هنا يدفع نفس الثامن بالصيغة الثامن معنطها هنا عندي غير كيف يمشي يختار الصيغة الأولى ولا الصيغة الثانية كيف يمشي يحتاج 20 حصة يعني كيف يخلص بالصيغة الأولى ولا الصيغة الثانية سيخلص نفس السعر الذي هو 2000 دينا حب الأولى ولا بزوج بقاطل يضرق هنا هذا الجزء X أكبر من 20 هذه الحالة الثالثة الحالة هذه الحالة الأولى هذه الحالة الثالثة وهنا الحالة الثالثة ما هي هذه الحالة الحالة في arios f خوف قلت لكم بالله هنا يتكار وازا هنا ساكل علامة فيه هذاك اللي يكون صغير يقول لك أكبر والحال يكون أكبر يقول لك أصغر مع أنت هنا وش أتلاحظ هناك تلاحظ بالله هنا فلي إكس أكترانا ما دا بينا نعتمد على واحد باش ما نخلط شروحي فلي إيس يقول لك فوق دروقي يقول لك فوق جلي إكس مع أنت تمثيل بياني تمثيلها تكون ورية لك تكون نكتب لكم التفصيل اللي تكون ها欣将كم نعرف lies تمثيل بياني لآفلي إيكس فوق تمثيل بياني لي جلي إكس معانت هنا وش نقول تمثيل بياني أفلي إيكس فوق جلي إيكس معان guerье معانت هنا فلي إيكس أكبر من جلي إيكس لابتطيًا الحال لي فوقه هو أكبر واللي تحتها هو أصغر معانت حقينا فلي إيكس فوق جلي إيكس مع نتها F lx أكبر من G lx مع نتها ماذا هو الأقل 8 مع نتها هو G lx ومنه الصيغة الأحسن ومنه الصيغة الأحسن هي الصيغة الصيغة G lx هي نقرأ بها نقرأ جELLE x أصغر من F lx مع نتها الصيغة cosmetic g lx هي الصيغة الثانية الصيغة الثانية أو هذا رأينا جوابنا على كامل الموضوع قد لكم درموك الكتبة هنا وما تكتبوها لنمشي نمديلكم الحل نلاحظ أن التمثيل البياني لفلي إيكس تحت التمثيل البياني لجيلي إيكس ومنه فلي إيكس أصغر من جيلي إيكس أي فلي إيكس هي أقل ثمانا من الصغر الثانية جيلي إيكس أي أفلي إيكس هي الأحسن في الحالة إيكس محصور ما بين صفر وعشرين مع أنت أقل من عشرون هنا محصر أو تساوي أحدا وروح هنا عشرون مع أنت عشرين ما دخلاش عاود نمشي بالحالة هذه الحالة أين يكون إيكس يساوي عشرون حصة عند اقتناء عشرون حصة في هذه الحالة تكون أفلي إيكس وجيلي إيكس يتقاطعان في نقطة وحيدة أي يدفعان نفس الثمن بالصيغتين الصغر الأولى أو الصغر الثاني في هذه الحالة لا يوجد صغر أحسن بل يدفعان نفس السع الحالة أين يكون إيكس أكبر من عشرون في هذه الحالة يكون التمثيل البياني لأفلي إيكس فوق التمثيل البياني لجيلي إيكس أي أفلي إيكس أكبر من جيلي إيكس ومنه الصيغة بي الصيغة جيلي إيكس يدفع أقل ثمن من الصيغة أفلي إيكس ومنه الصيغة جيلي إيكس هي والأول الصيغة الثانية هي الأحسن بالتوفيك إن شاء الله يا ربي تكونوا خدمتوا بهذه الطريقة ولا مشابهة لها المهم يكون المضمون يكون المضمون واحد العفو بالنسبة لشكل الكتابة يغبني القلم الإلكتروني وفي نفس الوقت أنا ما عندي إيكس حب في الكتابة ما نحاوى ما ما الكتابة منها تمشي بيها بزيف وهذا عيب فيها الله غالب كل واحد دمام كمول غير الله بالنسبة للكتابة ما رشا ما منظمة مليح ومسجدة العفو بالنسبة لها الشيء إن شاء الله يا ربي تكونوا خدمتوا مليح وإن شاء الله نتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله تنجحوا وأخبار صار إن شاء الله خاصة بالنسبة لرياضيات الموضوع ره سهل إن شاء الله يا ربي تكونوا خدمتوا فيه بطريقة جيدة إن شاء الله يا ربي نسمعوا أخبار تفرحنا وتفرحكم كلنا ران على الأعصار بتاعنا ثم تخموا فرواحكم وإحنا نخموا فيكم نخموا فيكم كامل كل واحد ثم تخموا فرواحكم بس إحنا كأسة إذا نخموا فيكم كلكم وكما لأباءت تعكم نخموا فيكم وإن شاء الله ربي يوفقكم ويوفقنا ويعاوننا إن شاء الله ونقول لكم مبارك إن شاء الله مبروك عليكم بالبيان مسبقا إن شاء الله ربي يفرحكم ويفرح والديكم ويفرح نبيكم إن شاء الله شكرا